لو إيه يعني لو العشاء في دنيتنا يزيدوا اتنين وإيه يعني لو الدنيا دي تبعدنا ولو بعد يعني في الوسط الموسيقي فيه هيسم نبيل، خالد نبيل، نهال نبيل، محمد نبيل انتو كلكم إيه لو واحدة بقى أولا إيه؟ آه يعني بس أصلاً ما إيه؟ ما ما قاش ما بقل؟ ما بقاش أنا محمد لمضاني اشتغلت معا بقى من زمان أو اشتغلت معا الألماني واشتغلت ابن حلال أول شغل دراما وبعد كده اشتغلت معا نصر الصعيد وزلزال وموسى كذا حاجة محمد مونيو طبعاً ده كان حلمي، انت معلم مما نزلت كنت حبيبها قوي يعني كنت حابب بالشكل ده ان انا كنت حابب ببقى منافس حاجة كده فعلاً يعني مش حابب يا أخي لتكمل لا، لا، كامل بص يا سبب مونيو حلوة أنا عشت انت هيدا خش معاك في الموت انت طلعتني برا ليه كده يا من إذا دعوناه وجدناه قريب نسألك يا الله يا ملاذ كل غريب أن ترزقنا الحياة على خطى الحبيب على خطى الحبيب أهلا بكوا كل مشاهدين تلفزيون يوم السابع في حلقة جديدة من برنامجكم نص تون نهاردة معانا يعني صانع من صناع الموسيقى والبهجة اللي هو دايماً تلاقي بصماته على معظم الأغاني اللي بتحبوها واللي بتعيشوا معاها وبتمتعكم معانا طبعاً الفنان والموسيقار والموازع الكبير خالد نبيل مرحب بيك يا دكتور منورنا دكتور على تفزين يوم السابع وبقى أنا كتير قوي عايزين نعمل اللقاء ده مش عارفين مرة في دبي مرة في لبنان مرة في أمريكا مرة مش عارفين انت ايحكيتك بالضبط لا يا صدفت كل مرة سبحان الله يعني هي ان كل مرة بحاجة يعني كل ما بيعاندي تسجيل يعني أنا الحياة أخر مرة انت كنت تكلمتيني كان كنت في أمريكا عندي تسجيل برضو فكل مرة صدفت ان بيبقى عندي شغل فيوقتها طب يا رب دايما نكلمك يبقى عندك شغل بقى كتير يا رب تسجيل كتير في كل الدول الاوروبية والعربية اي ربنا يبارك فيه قولني في البداية بيراودني سؤال كده عايز اسأله لك يعني في الوسط الموسيقى فيه هايسم نبيل خالد نبيل نهاية لنبيل محمد نبيل انتو كلكم إيلا واحدة بقى ولا ايه لا هو زي ما بنقول كده هو الاسمك منه حلو في نبيل فالناس انت من النبلاء فالناس ففي كده الحمد لله هو طبعا هيسم مش اخوات هو الاختي هي نهاية نبيل المطربة نهاية نبيل انما هيسم من الصديقين جدا بس ما كناش اشتغلنا على بعض قبل كده في حاجات فما كانش الناس بتركز وقولك اخوات ما كانش بتقلع عشان ما بتحطوش هارة بعض انما ما تحطوا مع بعض بقى في المسلسل هنا كله خلاص بيقول لا انما في الوسط فيه ناس كديرة بيفتكروا ان احنا اخوات هنتهي طبعا هنتكلم طبعا من حديث انتهيت اللي هو طبعا مسلسل جعفر عون ده اللي انت عامل فيه تترين وعمل ما شاء الله وعمل تسعة طائبا وابعيات عامل حداشرة عامل يعني يعني ألبوم ونص دلوقتي دلوقتي الالبوم بيعمل الميني ألبوم خمس أغاني وزد أغاني فانت كده ما شاء الله كلمني بقى كواليس الأغاني دي عملتوا ازاي واول شغل يجمع بينك وبين هيسم طبعا انت اشتغلت مع محمد رمضان قبل كده واشتغلت برضه كلك تجربة مع المخرج طبعا محمد سامي طبعا فكلمنا الأول بدت القصة ازاي والله هي ابتدت في الأول بأنا طبعا كنت سامي عن المسلسة الشغال بس ما كنتش عارف يعني ايه تفاصيله ومين اللي شغال فيه وهيسم كان شغال في المسلسة ده بقى له كذا شهر لانه هو طبعا مخرج محمد سامي بيكتب بيوصل للشكل معاين انه هو محتاج له بعيات فبيبتدي يوصل مع هيسم للشكل بقى اللي هو محتاجه في الألحان وفي كده فهم شغالين مثلا انه ممكن يكون بقى لهم ستة شهور ولا حاجة في الموضوع جينا بقى من ثلاثة شهر بتالينا بقى يعني او من شهرين ونص قبل رمضان بشهرين يعني وثلاثة شهر يعني فجينا بقى صوت لقيت احمد ساعد بقيت لي مسلسة بيقول لي انت فاضي في يعني وقتك فاضي ليومنده لو تشتغل معانا حاجة في رمضان فقلت له تمام فقال لي طب خلاص هيسم نبيل هيكلمها ففعلا هيسم كلمني وبتالت بقى الرحلة بقى بتاعتنا انه هو اتفقنا على معادي يجي للستوديو نوعد بتالي نسمع اغنية اغنية بتالي نفرد كل اغنية شكلها عامل ازاي ودورها ايه الدرامي وموقفها وطبعا فجئت ان معاها مسودة كاملة من مخل محمد سامي مكتوب فيها تفاصيل الاغنية وازاي بتقول جدول هو عامل جدول كده محضر الجدول ده شكل الموسيقى نفسه فيها ايه والالات اللي شايفها تليق مع الغنية دي فهو عامل الهومورك بتاعة يعني عارف واحد محضر انا عارف ان محمد طبعا بيحب المزيكة كويس جدا وفاهم مزيكة كويس جدا زي ما هو مثلا شاطر في الدراما وفي الاخراج وفي الكتابة هو شاطر يعني يمكن محدش يعرف عنه كتير كده شاطر جدا جدا في المزيكة وفي الالات وحافظ المقامات وحافظ يعني شاطر جدا دي حاجة ممتازة يعني حاجة ممتازة ان انت بتبقى بيريحة بيريح بس طبعا هو بيديع بيديلك حملة تاني ان في ناس اه في حد هنفز وخلاص يعني لو حد اخد الموضوع ان هو عايز ينفز وخلاص هياخد اللي هو بيتقال وخلاص ده ما انت بالنسبة لك ما بتبقى لقى تلاقي ان المخرج كده فمعناها ان انت لازم تضيف بقى حاجة من عندك فلازم تحط بقى رؤية تبقى بجانب ده تطلع بالموضوع لشكل نهائي يعني الناس تمبسط به وبعد كده بتاعتوا تشتغلوا بقى قطعة قطعة وتسمعوا ومحمد مع سامي نبعات له ونرجع نشوف احنا رحنا فين السكة رايحة فين مظبوطن وراحين في السكة صح الحمد لله انا من كتر ما في الاول اخدت انبوت حلو منهم يعني من هيسم ومن زي اقولك الجدول اللي عامله محمد سامي اللي هو حاجة منظمة جدا والاغنية فيها ايه والقصة بتاعتها والمشهد والمطلوب والاحساس فانا عيشت كل جزء كاني بقى عمل المشهد ده تصويريا ازاي هيبقى عامل ازاي بالموسيقى اشتغلت انت مع محمد سامي قبل كده ومحمد رمضان كلمني اشتغلت معهم في ايه بقى قبل كده بقى محمد سامي اشتغلت معا تيتر ولد الغلابة الفانان احمد ساء انا محمد رمضان اشتغلت معا بقى من زمان او اشتغلت معا الالماني واشتغلت ابن حلال او شغل دراما وبعد كده اشتغلت معا نصر الصعيد وزلزال وموسى كذا حاجة يعني اشتغلت في كذا حاجة معا البرنس البرنس لأ البرنس ما كنتش اشتغلت فيه عشان كده مشتغلتش مع محمد سامي ومحمد رمضان مع بعض فكانت دي مرة دي دي كانت مهمة جدا ان انا ما اشتغل معهم لانه هم بيحققوا نجاح مع بعض حلو السنة دي كان مهم جدا اللقاء دي لان اللقاء مهم بقى محمد سامي مع محمد رمضان اتنين بيعملوا مع بعض التوليفة بتبقى فيها نجاح فيها كيمية فيها كيميا كيميا نجحة كيميا نجحة والسنة دي كمان نقدر نقول ان محمد سامي يعني عمل اعد للمسلسل بتاع السنة دي اعداد قوي جدا ان هو مسلسل بيحول ان ما بقاش فيه غلطة الحمد لله هو الاختيارات بتاعات تركها تموفقها في كل الاختيارات من كل في كل يعني الصناع العمل يعني من كل الجوانب فالحمد لله ده ده بان بان على الشاشة وبان للناس وفي الناتج كوالة بتاعت الشغل في كل حاجة الحاجة كان وريد خليد الربعيات أصعب ولا الاغنية اللي بتعملها المطربة العوامل اللي اللي هرقيم اقدرا الاربعيات فيها عوامل اكتر يعني فيها عوامل اكتر ان انت تفكر فيها تفاصيل مثلاً؟ أعمل أن أنت تفكر فيها من ناحية المشهد الدرامي وأن أنت بتلتزم بين الشكل بتاع المقدمة هيبقى متأثر بالدراما والشكل بتاع الموسيقى إذا كان فيها حاجة حزينة حاجة مكية بتاع حاجات دي ومدى يعني حتى الحزن الحزن نفسه ومدى الحزن اللي موجود اللي هيتأثر بيه فيه مشهد زي ما أما هيضرب أخوه أنت هنا المشهد ده الحالة اللي هتقدر تحطها مش زي أي مشهد تاني يعني حتى لو مشهد حزين تاني المشهد ده فيه من الدراما اللي تخليك أن أنت تبقى مش قادر تفهم أنت هتبقى إيه أنت متدايق ولا أنت غطبان الحالة نفسها فيها زي بتقول أنت وانت بتفكر بتوقع تفكر كذا مرة تعمل كذا وفكرة مقدمة وتفكر شكل الموسيقى الجوه هيبقى عمل إزاي الحالة فيها إيه عظيم قل لي أنت عيشت الأحداث بتاعت المسلسل قبل معارضه ولا إيه بالضبط بص أنا كنت بحاجة يعني ضربه لأخوه مثلا مش عارف إيه الحاجات طبعا في حاجات معاينة يعني أنت خلاص لازم أنت تبقى جوة الدراما بتاعت دي في حاجات تانية أنا كنت بحاول أدن نفسي جزء برضو وأنا بتفرج أن أنا أستمتع يعني أن أنا أبعد نفسي وأنا بتفرج عن الشغل اللي أنا كنت أعمله يعني أنا عامل المشاهد ولو قعدت أفكر فيه الكلام هخلاص هوصل للإيه كنت عارف النهاية؟ لا مش بالشكل ده مش بالشكل يعني طبعا هو يعني في بالي فكرة أنه هو هيلاقي ابنه إنما فكرة أنه أن جزء هيعمل إيه بالضبط وهيحصل إيه ومين فيهم اللي هيبقى إيه ومين لأ تفاصيلا دي لأ كان صحابك بيسألوك بقى أن هيا إيه هيحصل إيه في الحلقات اللي جاية حلقات ناس كتير جدا طبعا أنت ما بتخرج في أي حتة ولو في أي حد عارف أنه أنت خالد نبيل اللي عامل طب ولينا بقى القفلة إيه طب هيعمل إيه طيب طب هيعمل مين اللي طيب خالد بيضيف للموسيقار أو الموزع الموسيقى طبعا هو بص هو تكامل العمل إن كل واحد يكون حاجة في السفيق مثلا بتقول أنا عملت مسلسل الناس بتبقى خلاص فيه يعني عارف أنت أما بتقول مسلسل كذا غير لم تقول المسلسل تاني الناس مع مش عارفها أو مسلسل تاني حتى لو انت عامل فيه البدع يعني عارف لو كنت عاملْ فإنما الناس مش عارفها ؟خلاص مش هيعنما ببقى العنوان نفسه مبهر خلاص بتسهل عليك أن أنت يعني بتقرب متقرب طبعا الناس بالنسبة له خلاص هو بيبقوا مرتبطين بالمسلسل نفسه فخلاص فهم حابين وكده كده انت بتضيف كمان ما تضيف حاجة حلوة فيه فهتعلق معهم اكتر طب كلمني قوللي اه التعاونت قبل كده مع احمد سعد اه احمد سعد كتير اه احنا اشتغلنا مع بعض من زمان من البومات ومن 2005 شغالين مع بعض احمد طوله اهم اغاني اي هي كان فيه اغنية طبعا حاسس بخانقة دي اللي هي كلام انتهى كانت من الاغاني الجميلة طبعا اه طبعا وفيه فيلم ما تسمعها بصوتك عملة زي وانت بتسمعها له لا لا بس حافظ الكلام انا بس انا بالشخص الاسب مش حافظك طب انا عاوف انت بتغني وغاية دلوقتي مش عايز تاخد القرار الجريح ده وتغني فلازم انا خليك تغني النهاردة ما غني بس اصلا ما ايه ما ماقاش ما انا بقول اصلا انت هتطلع من هنا لازم هتغني ان شاء الله طب نشاء هتغني لنا ايه طيب حافظ ايه بدك غوز غني حاجة لنهار كان هو وحمد سعد برضو كانت هي وحمد سعد صح؟ اه كانوا عاملين مع بعض اه كان فيه الهو في فيلم دكان شهتة كانت في دكان شهتة ده كان فيه اغاني برضو من الاغاني اللي عملت العلامات انت عملتها برضو طب قولي الاغنية دي بتاعت نهار ووحمد سعد اصدد ويتو يعني ان انا ممكن اقولك وني فيها إيه يعني لو العشة في دنيتنا يزيدوا اتنين وإيه يعني لو الدنيا دي تبعدنا ولو بعدين يعني مش حافظ كلمة كامل يا خالد كامل يا حبيب لأ كامل بص يا سيكون هناك حلو انا عشت انت هده خش معك في الموت انت انت طلعتني برا ليه كده خش الجزء التاني اللي هي الحد بس عشان الكلمات انا بقول لك انا شوائك مني تركيزي بيبقى في حتة معينة بنت الكلام شوائك خرجتنا من مودة خلق كلا طب هتغني ايه خلينا واحنا بتكلم كلا هاتيه انت صوتك حلو اهو فرصة اهو عشان نعتمدك كمطلب مو بس انا انا غنيت من زمان كنت غنيت لو تفتكر كان فيه اغنية ديناية كان اسمعها على خطة الحبيب دي اللي كنت غنيتها طب خلاص اقول يلا وكنت بعد كده بقى انشغلنا بقى احنا من شغول المزيكة بيه يا من اذا دعوناه وجدناه قريب نسألك يا الله يا ملاذ كل غريب ان ترزقنا الحياة على خطى الحبيب على خطى الحبيب انت لازم تغني خالد في ربنا يا غليه فكرتش تعمل دوته انت او نهام لا بس انا زمان على فكرة كنت ساعات مرة كنت عملت اغنية مع فنان فضل الشاكر بعد ما اغنى هو الجزء طوال فكان فيه جزء في النص هو مش ناس يحفظوا كل ما ييجي فانا كنت مغني الجايد فلايته بقولي خلاص ده هننزلو كده وقتلو اللي اعمل نزلو كده سالو اغنية منزلتش بس كنت اتعملت كده ومرة تانية بردو في لبنان ازعملت انها وزلتش؟ لا لا ما كنتش في بالي خالص يعني بص انا ما كنتش في بالي فكرة اللي هنا ان انا كنت مركز اوي في يعني حتى مرة بعد ما عملت مرة في لبنان اغنية الريدة بوترس والاغنية كان بردو كان فيها جزء كتلاحني طرق ابو جودة وجم فجأة بصت لانا كنت مغني الجايد وبعت وبردو يتغنى هناك فجأة لقيتهم الاغنية نزلة وبيقوليلي على فكرة الاغنية احنا نزلنا فيها صوتك وبتلو ينزلتوا فيها صوت ازاي؟ قالوا اصلي انتو رو حاسين انها حلوة كده فبقى نيبسيط ليت ناس بتكلمني ويقوليلي يا الاغنية دي انت المغنيها ولا ماروان خوري وبقت كده قابلت حتى ماروان وبتلو في اغنية من اللحنة سكة قريبة شوية من السكة بتاعتك ففي ناس فاكراك انت المغنيها وبعدين ما قابلوني يقوليه وانت المغنيها فكانت يعني ما كنتش مركز في الشكل ده بشكل الجونال انه طبعا الموسيقى بتاخد وقت وبذاتها متخش كمان مش بس ان انتو توزع اغاني موسيقى تصورية وكده وقت وقت يعني اللي عارف في الصناعة دي بتتبقى فيها ايه تفاصيل كتيرة وبتبقى معظم الوقت انت بتبقى متواجد داخل الستوديو فهي بتاخد وقت كتير اهم خمس اغاني صناعة نجومية خالد نبيل والله بس يعني في اغاني من زمان يعني انا زمان في اغاني كانت قديمة ممكن ما تكونش دلوقتي الناس مثلا فكراها اوي بس كانت اغاني لها دور في شكل اشكال موسيقية يعني طبعا انا فيه على مدار السنين كان فيه شيرين عبوهاب ماس فيه اغنية لسه في الايام امل مستنينه دي من الاغاني اللي انا بحبها لان هي اغنية دي كانت ما كانتش سهلة في ان احنا بنتعامل معها انها اغنية المسالسة ده برضو كان من نوع اللي بيفرض ان انت بتتعامل في وقتا من موسيقى معين هو مطلوب ان احنا بكنا نشتغل في وقت في بداية في الخمسينات والستينات والسبعينات وكده فكنت مضطر ان انت لازم تحافظ على الشكل الموسيقي والاغنية اللي احناها شوية تطارة بي وفي نفس الوقت عايزة تتاخد بشكل موسيقي معين فكانت اغنية تنفذها مستهل وفي نفس الوقت محتاجة يعني اللي احنا طبعا وليد سعد وكلام نادر عبدالله تحية ليهم لان موضوع قوي جدا والحمدلله ما تنفذ تنفذ كمان الحمدلله الموسيقى بتاعة طولها تحلوة وعجب التنجاز زي ما بقولك في حاجات في بداية زمان كان في اغاني الشكل الموسيقي نفسه ما كانش منتشر وما بتاهم انها مقسوم واغنية ممكن ما تكونش دلوقتي متواجدة قوي انما هي كانت زمان كانت اغنية مثلا للفنان اين خلف؟ كانت اغنية اسمها مني ليك كانت اغنية في مقسوم سريع معها ما كانش موجود قوي بالشكل ده وما كانش بتنفذ بالشكل ده وبعدية هتنفذت اغاني كتير قوي على النهج ده يعني عارف انت في شكل موسيقى معين ووقتها هو نجح وبعد كده ابتده عملت مع فضل شكل مع رغب علامة يعني مو كتير قوي يعني على مدارة السنين اتعملنا كتير مع نوال الزغبة ولا بحبك مع رغب علامة عملت اه اه احضرني اكتر كانت من اغاني الجميلة برضو وكانت تنفذها حلو جدا وكانت حياتها حلو جدا اه اه الليسة طبعا عملت معها في ما تخافش مني في الاول في البدايات وبعد كده عملت معها تاني حكايات اغنية حكايات وعملت معها ارتاح وعيش اه اه يعني على مدارة السنية انغام عملت معها شغل بس عملت معها الفانية انغام طبعا من الاصوات اللي بحبها جدا كنت عملتها اغنية اسمها اقول حاضر كانت اغنية هي لحن كلام خليجي بس شوية لشكل modern شوية فايه فهي تعتبر حالة ما بين الاثنين بس يعني من الاغاني اللي نجحت اكتر طبعا في الايه هناك بال في الخليج اكتر انما كانت من الاغاني المميزة يعني كانت من الاغاني اللي فيها شكل حلو برضه هاي سألك سؤال دايما في الوسط او في اي وسط يقولوا عدوك ابن كارك الا الموزعين الموسيقيين تحس ان هم كلهم بيحبوا بعض حاجة غريبة جدا 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 يعني متهالي لو قلتلك دلوقتي مين مقرب ليك من موزعين هتعدهم لكلهم كتير جدا طبعا وبص هي هو زيان بقولك التوزيع الموسيقي من الحاجات اللي الناس فيها بتتعب في شغلها يعني هو الموزع ده بيقعد يشتغل كتير قوي فاحناك مننا كلنا حاسين بعض الزاهر فعارفين فعارفين هتديه كل واحد من مرأي بليك بقى من موزعين بتحب مين فيه يعني طبعا انا بحب دكتور اشرف محروس جدا طبعا ده من الناس الجميلة طبعا ده من الناس اللي بحبها جدا محمد مصطفى طبعا الملحنين وموزعين وكل حاجة طبعا ده جميل جدا تومة حبيبي جدا نادر حمدي طبعا وفهد اه يعني فيه كتير طبعا فيه اسامي كتيرة قوي الواحد مش عايز يعني احمد إبراهيم فيه ناس كتيرة جدا وطهاني عقوب طبعا ففيه كذا يعني انت بتكلم فيه لا ده ده حبيبي بقى ده ده اصلا حبيب الكل يعني احمد عادل ده ما تيجي تقول فعلا احمد عادل ده حبيب الكل او انا مستغرب ازاي او يعمل لا انا عشان اعمل اتاهته لان افتكر اسامي احنا كتير احنا كتير الناس اسامي وكلهم مميزين حقيقة واحمد عادل بالذات انا يعني ليه معزة عندي خاصة لانه هو انسان قوي يعرفوا ما تحس ان انت فيه شخص بعيد عن يعني موسيقى شاطر جدا وفي نفس الوقت لما بتشوفه انا برتاح نفسية عارفوا بتشوف حد ترتاح نفسية فهو من الناس دي احبار هل فيه توزيع اغنية معينة نزلت في الفترة الاخيرة واانت حسيت ان كان نفسك ان ان انت تعملها في الفترة الاخيرة منتح الصراحة الاغنية دي كان نفسه انا اللي اوزعها هو سؤال حلو بس انا ملحب بسكلك اغنية يعني يعني ساعات بص يعني فيه أغاني يعني مثلا فيه أغاني بسمحة ببقى حاسة أنا ما كنت ممكن أبقى لها فيها رؤية تانية أنا سألت عزيز السؤال ده قال لي آه أغنيت اللي هي بتاعت مصطفى بتاعت بلد سرور اللي هي جلب النصائب بتاعت مصطفى شاوي مصطفى شاوي قال لي دي أنا صراحة كان لساة أنا أعملها غيرت منه قوي فيها لأنها لحظة كانت مختلفة وقتها فعلا لأنها دي كانت نزلة عملت آه فأنا عايزك تبقى صريح كده منها صريح بس أنا في الفتر الأخرانية كان نفسي إن أنا أعملها كده كده وش كده ماوقح صحنا الفتر الأخرانية بس اللي نزل ما كانش فيها حاجة نزلة قوي فأنا عملا أحاول فتكرلك من اللي قبل كده بقى قول قبل كده بص هو يعني أنا مبابين دايما للشكل ميبقى موسيقي مختلف يعني أنا كد يعني أنا في حاجات أعمال بحبها شكلها موسيقي مختلف شوي يعني يعني مثلا يعني أنا كنت إنت معلمة ما نزلت كنت حبيبها قوي يعني كنت حبيب الشكل ده إن أنا كنت حابب بقى منافس حاجة كده فعلا فقط صعد المجرد كنت حبيت الشكل إنه شكل مختلف فكنت حبيب الحالة دي فدي من الأغاني اللي كان نفسي إن أنا أبقى أعملها مثلا طب خالد إنت اشتغلت مع كل نجوم العرب إلا عدد كبير قوي من نجوم مصر لا من مصر لا يعني هو يعني لأ أشتغلت مع تامر حسني واشتغلت مع لأ ناس كتير يعني من هنا عمر دياب محمد مونير ممكن لأ عمر دياب محمد مونير عمر دياب محمد مونير أشتغلت مع محمد فؤاد اشتغلت مع لا أنا أểu نبيك على اتنين أنا النشت على اتنين اه اه أهmفي هنا تنشأت على اتنين فعلا فسا أنا محمد مونير طبعا ده كان حلمي وكان فيه أغنية فعلا هتتعامل وكذا مرة نبقى في حاجة هتتعمل وسبحان الله تتأجل بقى هي نصيب لسه مجاش بس طبعا دي من الحاجات هتبقى فيها متعة إيه اللي حصل ما روحتش لعمر الدياب ليه عمر الدياب كنا هنشتغل في وقت من الوقات بس من فترة كبيرة وتفهمش أنا وقتها كنت أنا كان فيه فترة في النعم الدياب ما بيحد بيشتغل ما عايزي بيشتغل بس هو يمركز فقط فكنت أنا فترة دي لسه بخلص شغل في حاجات تانية وكنت ملتزم بحاجات فجيه حصل جات كده بقى أنه هو أنا شغال في حاجة فلا طب لو كده خلص فماشتغلناش وقتها بس ما تعرفش ممكن تلاقي قريب في حاجة أخي الأغنية كانت لك مع طبعا أمير الجناء العربي فنان هني شاكر هني شاكر حكي لنا بقى أنت تعاونت معك كتير آه تعاوننا كتير آه بس الأغنية الأخرانية كان فيها ميزة معينة الحياة وانبسطت أنه هو كان تقبل الفكرة لأن اللحنة كان كلاسيك جدا لحنة طبعا اسمها فرق في الإحساس فرق في الإحساس لحنة طبعا الفنان وليد سعد ولحنة جميل وبشكوره عليه لازم يقو فيها فرق الإحساس تراموها وليد سعد فرق في الإحساس بالضبط فعلا كانت كلمات إسماعيل ضافت ولحنة وهندسة صوت المهنسية الأنور طبعا وكان مزيتها في حاجة أن أنا وقتها جيتها قلت سوزاني الشاكر قلت له بص أنا الحقيقة اشتغلت فيها وأنا في بالي أن أنا هسجلها أوركسترا فلو أنت موضوع معاك كده أوكي خليني أتواصل أن كنت أحبب حابب حتى أنا كنت أجرب أسجل برة في براج أوركسترا في الهرمونيك براج في الهرمونيك فقلت له تديني بس كده جرين لايت أن أنا إيه أخش في موضوع ده هقعد أكتب النواة وقعد أحضر وطبعا هو كان كشغل أكتر ومجهود أكبر أن تتحدى الأوركسترا وتكتب وارتتورة كاملة وتفاصيل دي بس كنت حاسس الأغنية هتروح كده يعني مش هتامل وفعلا سجلناها كده وحتى في التصوير صورنا هناك أجزاء من العمل وهم بيسجلوا فعلي هناك الأوركسترا وكده فالحمد الله كانت طلعت بشكل مبهر وكانت جميلة الأغنية الحقيقة يعني موسيقيا أنا أحبها يعني موسيقيا أنا ما تيجي تكلم في حاجة معمولة موسيقيا حلو فالحمد الله أبقى مبسوط بيها فاتر جايب جاهز ليه بقى في حاجة نازلة نازل إن شاء الله بإذن الله عندي فيه لطيفة بإذن الله يا شغالة فإنها لطيفة كنا خلاص بنخلص فأعمل حلو وهو برضو من لحن الفنوليد ساعد لي وكلمات شعر نادر عبد الله من الشعر طبعا كل الإحساس لا طبعا نادر وفيش كلام ريا فده عمل برضو هيبقى حلو وأتمنى إنه هو يبقى شكل مختلف عن كمان الحاجات اللي كانت مقدمها الفنانة اللطيفة لأنه هو وخدها في سكة تانية وهي أنا حاسن إن شاء الله دي هتبقى يعني مش نقلق هي هتبقى شكل تاني بتضيفه لشغلها اللي كانت مقدمها قبل كده فدي حاجة نازلة قريب بإذن الله فيه بقى فيه عمل تانية بقى دي المفروض بقى الفنان ماجد مهندس فيه عمل إن شاء الله يبقى عمل حلو قوي دي فيه إليسة وفيه إليسة برضو إن شاء الله ففيه شوية حاجات كده فنان راغب إن شاء الله بتوفيقنا وردنا وإن شاء الله دايما معاك فأعملك النجحة يا رب بإذن الله يا حبيب إن شاء الله مقصود جدا بيك ربنا أخليك يو بكونوا كمان إنتوا كمان اتبسطوا ولقاءات تانية إن شاء الله سلام عليكم اشتركوا في القناة